لكن أليس هذا ما كان متوقعاً مع أوميكرون؟ انتشار واسع ولو بأعراض أقل حدة يمثل الوصفة المثالية لتطبيق مناعة القطيع فرضية كانت معنا الأسبوع الماضي في الساعة 60 وخبراء اعتبروها فرصة لتعمد الإصابة بكورونا لكن في المقابل علامة أمريكيون شبهوا الفرصة باللعب بالنار فأوميكرون لا يأتي مع ضمانة 0% وفا وهو ليس زكاماً كما بات يروج له اجتماعياً صحيح لا أعراض خطيرة في ظل الإصابة وإن كانت حتى مدتها أقل مقارنة بالسلالات الأخرى لكن ضغوط الاستشفاء قائمة كما ذكرنا وهناك أيضاً كورونا طويل المدى أو متلازمة كورونا نعرفها جميعاً بعد عامي الوباء ترافق أوميكرون كما دلتا وقاما وبيتا وألفا ضيق التنفس حماء الإسهال وخفقان القلب وألام وغيرها من العوارض هذا ولم نأتي بعد على الفئات الهشة المهددة بجميع السلالات الخطر يحوم حول منهم فوق الـ 65 عاماً والمطعمين والخالين من الأمراض إصابات حادة من هذه الفئة كانت بين مليون شخص شملتهم دراسة أمريكية لكن عددهم كان أقل نسبياً مقارنةً مع مرض السكري والكلة والقلب والرئة أو الجهاز العصبي مع كل ما سبق عامل واحد هو الحاسم في جعل مناعة القطيع ربما مستحيلة الإصابة مجدداً سنعود الآن إلى إسبانيا في الأسبوعين الأخيرين أكثر من 20 ألف حالة إعادة إصابة أكبر من إجمال عدد الإصابات المتكررة منذ ظهور الوباء 17 ألفاً ومائةً واربعين حالة ولا تفرق إعادة الإصابة بين كبير في السن وصغير بين مطاعم وغير مطاعم أما في المكسيك فلا تفرق بين مواطن ورئيس الرئيس هناك أندرياس مانويل لوبيز أوبرادو وصيب للمرة الثانية بكوفيد